مجموعة من الأخبار المهمة أول خبر هنبدأ به وزير الداخلية يستقبل وزير الامن والحماية المدنية بجمهورية غنية استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللواء بشير ديال وزير الامن والحماية المدنية بجمهورية غنية الوابد المرافق لسيادته خلال الزيارة الرسمية لجمهورية مصر العربية للمشاركة في فعليات الدورة رقم 26 للجمعية العامة المنظمة الدولية للحماية المدنية وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأسليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك حيث صرح الوزير الضيف بأن زيارته للقاهرة تأتي في إطار العلاقات المتميزة والتشاور المستمر بين مسؤولي البلدين أكد الاهتمام بلاده طبعا وزير الخارجية بتعغينيا بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في مختلف مجالات التدريب وفي التعاون الأمني فضلا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وأليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفي وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية غنية للقاهرة والتي تأتي في إطار الروابط التاريخية التي تجمع شعبي وحكومتي البلدين وحرصت وزارة الداخلية المصرية على مدقص للتواصل مع أجهزة الأمن الغنية التزاما منها بدعم رسالة الأمن في كافة الدول الإفريقية الصديقة كما رحب وزير الداخلية بتعزيز أليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف المجالات فيما بين الجانبين مشددا على حتمية تضافر الجهود الأمنية في ظل التطورات التي استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية